بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي المشاهدين وحدة من الفسويات بما يسمى الحركة النسوية وحدة من ملكات الفسو في هذه الحركة العفنة النجسة اللي هدفها تخريب بنات المسلمين ركزوا على كلامي يا بنات كل إنسانة تتكلم عن الحركة النسوية وتشجع بما يسمى حقوق المرأة وتشجع بالحرية وانطلع وانطلقي ومن هذا الكلام عفوا هذه الإنسانة فورا اختي الفاضل حطي لها بلوك واشطبي حسابها ولا تتبعين هالأنجاز هالأشكال واحدة منهم من الحركات الفسوية قاعدة على البحر ولبسة للميوه وملبسة بنات الميوه وقاعد تصور طبعا هي قاعدة في دولة من دول الغرب وتقول ومصورة طبعا الناس وهم قاعدين على البحر شوفوا شوفوا الغرب شون عايش حياته شوفوا الغرب شون عايش حياته وأنا عايشة حياتي وعيالي عايشين حياتهم وأنا حاب ان انا رض عليها هذه الإنسانة ووجه رسالة لكل بنت مسلمة تشوفني الآن يا طاقعانة أثندي يا فسوية أنت عايشة حياتك ها عايشة حياتك بتشرمطة صح هل لما أنت تتشرمطين وتتعرين وتلبسين البكيني ولا المايو على البحر وتلبسين بناتك اللبس هذي أنكم أنتوا عايشين حياتكم هذي الحياة في وجهة نظرك هل لما أنت تصورين الغرب خلط بلط صلط ملط بنات قاعدين مع رياييل على البحر كل واحدة عريانة هذي يعني عايشة حياتها هذي الحياة من وجهة نظرك قاتلت الله حسبي الله نعم الوكيل قاعد تيرين الفحشاء والمنكر في أمة الإسلام وتخربين بنات المسلمين تبين بنات المسلمين يهاجرون ويطلبون لجوه في هذه الدول ويعيشون حياتك عايشة حياتك على على إيش على هز خلفيتك وهز مفاتنك وتبيعين جسدك للناس يا رخيصة أنت تفكرين أنت غالية ولا أنت عايشة حياتك أنت إنسان رخيصة أنت تمثلين دور العاهرة يمكن أنت إنسانة شريفة يمكن أنت إنسان ما يلمسج يمكن أنت إنسانة متنامين مع أحد لكن اللي أنت تسويينها هذه حركات العاهرات عارفها ولا لا؟ الإنسانة اللي تطلع في الاسناب ولا في الانستجرام ولا في اليوتيوب وتبيع جسمها وتخلي الريائي اللي يشوفونها هذه إنسانة قامت بعمل لا يقوم به إلا العاهرات عارفها ولا لا؟ فرسالة أحاب أن أنا أوجهها لكذا نات المسلمين الآن اللي أنت إختي تشوفيني الآن لا تصدقين إن هذه الإنسانة عايشة حياتها وأنا ذكرت قبل وسأذكر الآن وسأظل أتكلم لأن أنا خايف على بنات المسلمين هالنجسات القدرات الفسويات أذكرها دائما هذول وهذي وكل البنات اللي أنت تشوفونهم والله يعيشون اكتئاب وأمراض نفسية ما لها علاج ما لها علاج وعلاجك إيش؟ إنك أنت ترجعين بلادك وترجعين لدينك وترجعين لربك ما راح تشفين من أمراضك النفسية وستظلين في عقدة النقص اللي أنت فيها الغرب عايش حياتها أنت بتضحكين على بنت إنسانة قاعدة مثلا في الخليج ولا قاعدة في دولة عربية مبعارفة لك ما تضحكين علينا إحنا اللي عايشين في أوروبا وشايفين شايفين البنات إشلون مثل البهايم والحيوانات ينامون في الشارع من الخمر والويسكي والمخدرات يوم السبت في الليل ساتردي نايت والله يقسم لي رجل يقسم لي رجل يقول إن البنت تحت تأثير الخمر قاعدة في المرقص في الخمارة في الدسكو تتعرف على واحد تحت تأثير الخمر وتروح وتنام معاه وتمارس الرذيلة وزنه لما تسحى الصبح لما تسحى الصبح تنصدم في وجه الرجال اللي هي شافته إنسان معفن إنسان شكله قذر يعني هي تعترف تقول أنا شلون نمت مع هذا لكن تأثير الخمر يخليها مثل الحيوانة وتشوف الإنسان القبيح هذا اللي هي نامته إياه القذر اللي معفن بريحة قد يكون إنسان شابة قد يكون إنسان عجوز قد يكون إنسان بغض النظر لكن هي شافتها جميل وحلو تحت تأثير الخمر تسحى الصبح تنصدم من شكله لمعفن وهي راقدة وياه في شقتها تبين بناتنا المسلمين يوصلون هالمرحلة تبين بناتنا المسلمين أي إنسان كلب نجس قذر كافر يرقدوا إياها تبين بناتنا المسلمين مثل هذه الخمة اللي راحت قرعت ولي راحت مدريش ولي ماشي عريانة ولي ولي ويمثلون الضحك وإن هي فرحانة وإن هي إنسانة هذه الحياة فوزة نظرك الحياة إنها وحدة ترقد مع كلب الحياة إنها وحدة تبيع جسمها لمن هب ودب هذه عايشة حياتها الحياة إنها وحدة تزواج وحده ويمرسون السحق عايشين حياة الحيوانات أي حياة لتتكلمين عنها الغرب تضحكين على مين يا أيها ابتعدي ابعدي قذارتك وخرابتك وسمتك عن بنات المسلمين بنات المسلمين معززات مكرمات عندنا نعم هناك بعض البيوت فيها ظلم بعض البيوت فيها مشاكل ولكن نقدر إحنا بالتكاتف وبالتعاون وبالحركة نحل هذه المشاكل ولا إن بنت مسلمة تطلع وتسير مثلت عاهرة والعياذ بالله تبيع جسدها لملايين المشاهدين لملايين وهذا أنا قلت لكم ييني واحد يقول لك والله هذا النوع من أنواع الزنة الإنسان اللي تعرض وتعرض جسابها للناس هذا نوع من أنواع الزنة هذي زانية نعم أوصلت مرحلة الزنة الأكبر لكن هذا نوع من أنواع الزنة والله والله أنا أقول لكم أخواني الأفضل أنا ما قاعد أنا أنقل لكم أشياء أنا شفتها بنفسي شفتها بنفسي ما يحدث يعني الحمدلله الحمدلله الله يبعدني بفضل الله أنا ما دخلت يعني لا يفهمني بعض الناس غلط ولكن أنا كنت أمشي في الشارع تشوف البنت وفي البار من برع يشوتها واحد شاب تحت تأثير الخمر البنت تنضرب تنهان رضوض في واجهها رضوض انت شوف البنات والله بنات يتماشعون الشعر مثل البهاين في الشارع البويفرند مالها يشوتها يضربها يدوس بطنها وما أحد يتدخل سكارة سكارة تشوف البنت عمرها 13 جدامك تشم تبون بناتني يصلون هالمرحلة هذه الحياة بوجهت نظرك يا خذرة هذه الحياة بوجهت نظرك عايش حياتها لا والله إحنا كبشر مرة بنصير حيوانات والعياذ بالله رسالة أحذر فيها كل بنت مسلمة تشوفني الآن لا تنخدعون ورا هالفاكنستات وهالفاسويات ولي قولتش والله عيشي حياتك وانطالقي وين انطالقي كل يوم راقدة مع واحد انطالقي تصير شرموطة وعاهرة حرية أي حرية أي حرية والله 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 لم أجد بخبرتي في المجال الاجتماعي شوف عيني سعادة للمرأة بغض النظر شوفوا للمرأة مسلمة هندوسية أمريكية خليجية جزائرية جاية من الكوالالنبور جاية من السلفادور مهما كانت المرأة لم أجد للمرأة سعادة تحس فيها إلا أنها تكون زوجة يحبها شخص وتعيش زوجة صالحة وأنها تكون أم قمة السعادة هذه فطرتها قمة السعادة اللي تصل لها المرأة أنها تكون زوجة وتكون أم كل باقي الدنيا كذبة كبيرة يا بنات لا يضحكون عليكم يا بنات والله أنت عمرك ما راح تكونين سعيدة إلا زوجي يحبك وتعيشين ملكة في بيتك وتكونين أم صالحة تربين عيالك والشي الثاني كذب 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 وأتحدى أكبر فسوية وأتحدى أكبر عالم في أربو أمريكا كأني ييناظرني أتحدى أكبر علماني طقعاني ييناظرني يقول لي أن سعادة المرأة في العمل أو في الخروج أو في قيادة السيارة أو في الشعب في الأوتوبيس في المترو تركب لي درجة نارية وتشتغل لي رائدة فضاء والله ما تحس المرأة بالسعادة إلا رجل يحبها وتحبه ثم تكون أم وتربع عيالها أتمنى رسالتكم صارت ترجمة نانسي قنقر